تجارب العلوم الماتعة الكأس المنزلق كثير من المخترعات والمبتكرات التي تحدث تغييراً في حياة الناس تبدأ من خلال ملاحظات ومشاهدات ماذا نحتاج؟ كأس فارغ كتاب أو أي مجسم آخر لوح ذو سطح ناعم ماء بارد وماء حار الخطوات واحد نضع الكتاب على الأرض أو الطاولة ثم نسند اللوحة الناعمة إلى الكتاب بحيث يصبح سطحاً مائلاً اثنان نبلل الكأس الفارغ من الخارج ببعض الماء البارد ثم نضعه بشكل مقلوب على اللوح في أعلى نقطة منه ثلاثة نبلل الكأس الفارغ من الخارج ببعض من الماء الحار ثم نضعه بشكل مقلوب على اللوح في أعلى نقطة منه مع الحذر من حرارة الكأس ماذا حدث؟ عندما سكبنا الماء البارد على الكأس ووضعناه على اللوح المائل لاحظنا تحركه ببطء نزولاً على اللوح عكس ما حصل عندما سكبنا عليه ماءً حارًا فتحرك نزولاً بسرعة الفكرة العلمية مع الماء الحار تمدد الهواء داخل الكأس لدرجة أنه تسبب في رفع الكأس قليلاً جداً عن السطح مكوناً وسادةً هوائية ومن ثم انزلق الكأس دون احتكاك مع سطح اللوح تكتب عبارة احفظها بعيداً عن أشعة الشمس وغيرها على العبوات المضغوطة مثل ملطفات الجو المبيدات الحشرية العطور فهل عرفت السبب؟